اهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كارين باور أن على حلف الناتو أن يظهر استعداده لاستخدام قوات السلاح عند الضرورة الوزيرة الألمانية قالت أن سلوك روسيا يطرح على دول الحلف تحديات ومشاكل متزايدة متهمة موسكو بانتهاك ممنهج للمجال الجوي لبعض دول الجوار في المقابلة كدرئيس روسيا فلاديمير بوتين أن الناتو خدع روسيا بتعهداته بعدم التوسع شرقا مشيرا إلى أن الوجود العسكري للحلف في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا وتراقب روسيا نشاطا غير مسبوخ للناتو على حدودها حيث يجري الحلف بانتظام تدريبات عسكرية ويحاكي القتال مع الجيش الروسي فلماذا يتم طرح الخيار العسكري من قبل الناتو في العلاقة مع روسيا وما هي الأسباب التي دفعت العلاقة بين الناتو وموسكو إلى التأزم وما هي المدايات التي ستصل إليها الأزمة في ظل حالة التوتري والتشنج بين الطرفين سلوك روسيا يطرح على حلف الناتو تحديات وأن المشاكل تتزايد الحديث لوزيرة الدفاع الألمانية ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن الناتو يدرس خيارات ردع إقليمية لمنطقتين البلطيق والبحر الأسود الوزيرة الألمانية ذهبت أبعد من ذلك عندما قالت إن على حلف الناتو أن يظهر لروسيا استعداده لاستخدام قوة السلاح عند الضرورة ضرورة لم تتوضح معالمها بعد لكن الواضح أن العلاقة بين الطرفين الآن أسوأ مما كانت عليه في أوج الحرب الباردة بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا مسلسل اتهامات الناتو لروسيا متواصل وآخر حلقاته الانتهاكات الممنهجة للمجال الجوي للدول الأخرى وشن الهجمات الألكترونية وتأجيج أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وفي نبرة تصعيدية قال الأمين العام لحلف الناتو إن الحلف وفق على خطة جديدة لردع التهديدات الروسية وأكد أن المقاربة الجديدة تهدف إلى الاستعداد لهجمات متزامنة من قبل روسيا في دول البلطيق ومنطقة البحر الأسود هذا الموقف جاء بعد اجتماع لوزراء الحلف بحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مراجعة السياسة النووية لدول الحلف موسكو من جانبها تؤكد مرارا أنه ليس لديها نوايا عدوانية تجاه أي دولة وتشير إلى نكافة التحليقات لطيرانها العسكرية تجري وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحيدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى لكن روسيا في ذات الوقت تراقب ما تقول عنه أنه نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها حيث يجري الحلف بانتظام تدريبات عسكرية ويحاكي القتال مع الجيش الروسية وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلناتو خدع بلاده بتعهداته بعدم التوسع شرقا مشيرا إلى أن الوجود العسكري للحلف في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من بون الألمانية سيد ياسر أبو معليق الصحفي والباحث الشؤون الأوروبية من موسكو سيد رونالد بيجاموف الباحث العلاقات الدولية مساء الخير مرحبا بكم أبدأ معك سيد ياسر في بون بداية بدأ لافتا أن يخرج هذا التلويح باستخدام القوى العسكرية عند الضرورة ضد موسكو من وزيرة الدفاع الألمانية لسيما بأن برلين عادة تتعاطى بشكل أكثر هدوءا مع الجانب الروسي وتأخذ بعلي الاعتبار العلاقات استراتيجية كذلك في مجالات الطاقة وغيرها كيف يلإمكان تفسير هذا الموقع؟ طبعا استخدام مصطلح التلويح باستخدام القوى تجاه روسيا هو مصطلح مبالغ به بعض الشيء الخطة التي اتفق عليها وزراء دفاع الناتو يوم الخميس كانت خطة ردع وردع لا تعني هجوم إذن هي خطة للتحسب في حال قامت روسيا بأي عمل عدواني باتجاه أحد أعضاء الناتو أو باتجاه أوكرانيا حتى التي تتعاون بشكل وثيق مع دول الناتو وهناك لهجة يعني لا بد من نوع من التصعيد من قبل ألمانيا باتجاه روسيا خاصة وأن روسيا لديها سجل حافل في التدخل في شؤون الألمانية منها التحذيرات التي أطلقتها مؤخرا المخبرات الألمانية والأجهزة الأمنية الألمانية من احتمال أو من تصاعد الهجمات السيبرانية أو الإلكترونية من أطراف روسية إبان الانتخابات البرلمانية الألمانية وبالتالي ألمانيا تجد نفسها مجبرة على استخدام هذه اللغة التصعيدية باتجاه روسيا من أجل كبح جماح التدخلات الروسية سواء كانت سياسية أو سيبرانية أو حتى دفاعية أيضا مستقبلا ربما باتجاه الغرب الأوروبي وباتجاه ألمانيا تحديدا طبعا ألمانيا تتحرك في إطار الاتحاد الأوروبي وليست بمفردها وطبعا وزيرة الدفاع نغريت كارنباور كانت قد اتفقت أيضا مع فنلندا وسلوفينيا والبرتغال وهولندا على إنشاء نواة قوة تدخل سريع أوروبية في حال كان هناك أي عدوان من شرق أوكرانيا أو من حتى من روسيا لذلك نجد أن اللهجة الألمانية أعتقد أنها لهجة في محلها ولهجة تحتاج إليها روسيا كل فترة أخرى لتفكير بأن الاتحاد الأوروبي عموما وألمانيا خصوصا ليست دولا هادئة وليست دولا يمكن الزحف فوقها كما يتصور ربما بلاديمير كوتين وهي نبرة لافتة وتبدو مختلفة عن سياق المواقف السابقة وهنا سيد بيجاموف كيف تنظر موسكو لهذه النبرة تطالعة عن الحلفاء الأوروبيين داخل حلف الأطلسي كيف تنظر لها وتتابعها فعلا مساء الخير يبدو أن موسكو تعودت إلى مستل هذه اللغجة للشركاء الغربيين لما يتخذتهم حجمات سبرانية روسية وأن السلوك الروسي الأدواني وأود أن أسأل في هذا الصدد إذا كانت موسكو بالفعل تريد مثل هذا النخج لا كانت قبل 30 عاما سحبت جميع قواتها بما فيها مكونات الأسلحة النووية من ألمانيا الشرقية ومن جميع دول الأوروبا الشرقية وحلت حلف ورسو أما في نفس الوقت نحن نرى اليوم حتى اليوم في قائد بيوخل في ألمانيا هناك 20 قنبلة نووية أمريكية ولا يجري الحديث عنها وأكثر من ذلك السيد ستولت برقالة اليوم أن هذه الأسلحة ليست لها الألاقة بحلف ناتو إذن يبدو أنها هي الألاقة بين روسيا وأمريكا وموسكو طبعا تتخذ جميع خطوات للدفاع نفسها لأنه لما صحبت من أوروبا كان الاتفاق على أساس لا يكون توصو حلف ناتو نحو الشرق ونحن نعتبر وأنا في اعتقاد الشخصي هذا غلط خبير انتحاج مثل هذه السياسة ضد روسيا هو سيودي فقط إلى دفع روسيا في أخذان الصين وصف يشكل هناك خلف جديد في القارة الأوراسية والألاقات الروسية والأوروبية تتدحور وهذا ليس في مصلحة أوروبا وكذلك ليس في مصلحة روسيا أما موسكو جاهزة لجميع السنوريهات هناك خطوط حمر التي روسيا لا تسمح بالتخطي عنها وحتى يالكلام أن روسيا ليس لديها خق وفيتو لدخول أوكرانيا إلى انضمام حلف ناتو هو صح يمكن أن يكون هناك انضمام أوكرانيا إلى حلف ناتو ولكن هذا لا يلعب أي عزي يوسيا لمستقبل الألاقة بين أوروبا وبين روسيا والخسر الخبير هي شعوب أوروبية ممكن الرابح هو حلف ناتو الذي تحول إلى مجموعة مصالخ اقتصادية كبيرة تحتاج دائما إلى محاولة تطمين موسكو من احتمالية انضمام أوكرانيا لمضالة الحلف وسعود وأسهل عن هذه القضية بعد قليل لكن سيد ياسر حين تمضي وزيرة الدفاع الألمانية إلى تغيير وتبديل لهجتها ونبرتها ضمن إطار حلف ناتو للتعاطي مع روسيا في ضوء التطورات والأزمة القائمة أزمة الطاقة في البلاد وحتى اتهام أوكرانيا لروسيا بممارسة عدوان الطاقة والغاز على الجانب الأوروبي ألا يخشى الجانب الألماني من أن هذه الرسائل بدل أن تدفع بإشارات الردع ربما تدفع بإشارات التصعيد مع الجانب الروسي على وقع هذه الأزمة الطاقة القائمة طبعا كما أشار ضيفكم الكريم إلى أن روسيا لديها جاهزية لكل السيناريوهات الممكنة فأن الاتحاد الأوروبي أيضا لديه نفس الحق لديه الحق أن يكون جاهزا لكافة السيناريوهات الممكنة بما فيها التصعيد الروسي أو التهديئة الروسية وزيرة الدفاع الألمانية رغم أنها كانت لهجتها تصعيدية في البداية إلا أنها عادت وقالت أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي ما يزالان منفتحين على الحوار مع الكريملين طبعا لا توجد هناك نبرة حادة أو هجومية من وجهة نظري على الأقل تجاه روسيا ولكن هناك انفتاح في حال قامت روسيا بخفض عملية التسليح المتسارعة التي تقوم بها موسكو منذ ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014 طبعا قبل أيام قليلة في بدايات أكتوبر قامت روسيا باختبار صاروخ فرط صوتي من غواصة نووية من طراز زيركون وهو صاروخ متوسط المدى يصل إلى مده إلى ألف كيلومتر وهو صاروخ يمكنه حمل رؤوس نووية وهذا تهديد واضح للحدود الاتحاد الأوروبي إذا هذا الصاروخ يمكنه أن يصل إلى الاتحاد الأوروبي بكل سؤولة ويمكن حمله من خلال غواصة وإطلاقه على أي دولة أوروبية أو دولة عضو في حلف النيتو هذه التطورات مقلقة جدا للاتحاد الأوروبي وأعتقد أن من حق أي دولة أن ترى دولة أخرى تقوم بتطوير تسليحها بهذا الشكل المتسارع وهذا الشكل الخطير والمهدد للسلم الدولي وليس فقط للسلم المنطقة أن ترى أو أن تقوم بإبرام خطة شاملة للدفاع وهي للعلم هي أول خطة يقوم حلف النيتو بتطويرها منذ انتهاء الحرب الباردة وبالتالي أرى أن الوقت قد حان لتطوير هذه الخطط والوقت القد حان لتقليل أيضا الاعتماد الأوروبي بشكل عام على الولايات المتحدة في الدفاع والمثال الأفغاني كان أكبر صار خط استيقاظ بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هناك حاجة لدى الدول الأوروبية والدول الأعضاء في حلف الناتو من أجل تطوير قدراتها الدفاعية سواء كانت الدفاعية التقليدية أو القدرات الخاصة بمواجهة الهجمات السيبرانية والتي تزايدت في السنوات الأخيرة سيد بيجاموب هل تتطفق بأن سياسات موسكو الخشنة طيلة الفترة الماضية وحتى وفق قراءة البعض تماديها بالتعاطي مع الجانب الأوروبي سواء تدخل بالانتخابات والهجمات السيبرانية والاغتيالات ومحاولات الاغتيال كذلك لمعارضين روس في أوروبا وغيرها ألا تعتقد أنها دفعت الأطراف الأوروبية إلى المضي لتبني هذه السياسات المتقدمة دفاعيا ومحاولة فعلا وضع خطوط الردع للجانب الروسي وتحركاته اسمح لي فقط أن أرد لديفنا الكريم في ألمانيا قبل طوات أيام أجرت الولايات المتحدة اختبارات الأسلحة فرقة الصوتية وقبل أسبوع واحد الصين الشعبية أيضا أجرت مثل هذه الانتخاب التجارب الزنب فقط لازم نلومه إلى روسيا في مثل هذا المجال من حق أي دولة أن تطور أسلحاتها وترساناتها وهذه الأسلحة غير تحدث إزعاج أوروبا بالأكس هي أوروبا تكون بمناورات والغرب يكون بمناورات في شرق أوروبا وفي أوكرانيا ونشهد هناك طائرات الناتو ونشهد هناك أناصر بعض الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة من خوض البحر الأسود إلى البحر البلطيك ويتم تحول هذه المنطقة إلى منطقة المواجهة بين روسيا والغرب الأقصد فيها أوروبا أيضا ومصر هذه المواجهة أنا أتفق معهم قد في يوم من الأيام يمكن أن تؤدي إلى حرب معينة في هذه المنطقة وهذا ليست في مصلحة أوروبا وشعوب أوروبا أنا أتحدث في شعوب لا أتحدث في النخب وخاصة النخبة الأسكرية المتمثلة بحلف ناطو ثم عندي ملاحظة تانية الألقات بين حلف ناطو وروسيا لم تتدهور بعده 2014 بعده أودت القرم إلى أخدان الوطن الأم روسيا هذه الألقات تدهورت بعده 2009 لأن في خقبة خوير صلانة عندما كان يختال محل السكرتير الأم للناتو الألقات كانت جيدة نسبيا أما السيد ينس طولتين بيرغيرت يبدو أنه يلقى بدورا شخصيا سلبيا في مصل كل هذه الأمور وحتى السيدة زخارة أشارت إلى ذلك ونحن بصراحة نستغرب نستغرب من مثل هؤلاء الناس الذين يبدو نسوا أن أفروبا خلال القرن العشرين الماضي آشت حربين وفقط ألمانيا خسرت أشرة ملايين نسمة في هذه الحرب لكن سيد بيجاموف بالعودة لسؤالي يمكن أن نورويتش سيد سيد ستولتين بيرغ سيد بيجاموف فعلا روسيا دفعت الشركاء الأوروبيين داخل حلف الناتو للمضي لتبني هذه السياسات الخشنة والمتقدمة حتى في ذروة الصدام الغربي مع روسيا على خلفية قضية جزيرة القرن ظل الطرف الأوروبي ليسيما الألماني هو المدخل وهو السبيل للوصول لموسكو ومحاولة البحث عن مخارج وتهدئة معها ألا ترى بأن سياسات موسكو طيلة السنوات القليلة الماضية دفعت الأطراف الأوروبيين ودفعت الناتو لتبني هذه السياسات الجديدة والحديث حتى عن نشر ترسنات نووية رادعة على الحدود أو على خطوط التماس لنقل بين قوسين مع الجانب الروسي لا توجد أي قوة نووية روسية على خطوط التماس مع حلف الناتو لا لا أتحدث عن دول الشريكة في حلف الناتو تبحث في ذلك وقريبا المصافة بين صواريخ ناتو وعاصمة الستوديو التي أقف فيها ستكون مصافة تحليق الصاروخ من أوكرانيا إلى هذا الستوديو ستكون صبع أو ثمانية دقائق في مثل هذه الحالة أتفكرون أن روسيا تكون قايدة ومكتوفة أيدي؟ ماذا يجب أن تعمل روسيا لطمأنة الغرب بعدما ساحبت جميع قواتها من شرق أوروبا بعدما حلت حلف ورسو أين هناك إثباتات على ما يسمى بحجمات سبرانية وغيرها من الأشياء لما موسكو دائما تقترخ تشكيل فرق خاصة مؤينة للخبراء في الأمن السبراني للردع بشكل مشترك على جميع هذه التحديد سيد ياسر سأعود إليك بعد قليل سأعود إليك بعد قليل لكن سيد ياسر حين سئلت وزيرة الدفاع الألمانية عن أدوات الردع وإذا كانت ستحمل ترسانة وأسلاحة نووية لم تستبعد ذلك وقالت سنلجأ الاستخدام مثل هذه الوسائل وأقتبس هنا حتى لا يوفكر أحد في إمكانية مهاجمة شركاء الناتو في دول البلطيق والبحر الأسود إلى أي مدى هذا الموقف وهذا التوجه يعكس عمق الأزمة وعمق القلق وهذه المدايات البعيدة التي وصلت إليها العلاقة المتردية بين الناتو وموسكو كما ذكرت أنت في اقتباسك فإن لهجة وزيرة الدفاع الألمانية هي لهجة دفاعية محضر الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لم يتحركها حتى الآن من ناحية تصريحات أو من ناحية مبادرات بشكل هجومي تجاه روسيا كل مكان هو رد فعل على التصرفات العدوانية وتصرفات الخشنة والسياسة الخشنة التي تقوم بها روسيا مؤخرا في المنطقة وخصوصا في منطقة البلطيق ومنطقة البحر الأسود طبعا كما ذكر ضيفكم ضيفكم الكريم عفونا سيد بيجاموف هو أن الصين أو الولايات المتحدة تجرب هي الأخرى صواريخ فرط صوتية ولكن ذلك كان كله في إطار التنافس الدولي على تطوير أسلحة جديدة وأود التذكير بين الولايات المتحدة شريك رئيسي وحليف وثيق للاتحاد الأوروبي في حلف الناتو بينما الصين ليست جارة للاتحاد الأوروبي أو لمناطق الناتو بينما نحن نتحدث عن روسيا واحدة من أكبر دول العالم وثاني أو ثالث أقوى جيش في العالم هي جارة مباشرة للاتحاد الأوروبي ولدول الناتو وبالتالي فإن تطويرها لمثل هذه الصواريخ وهذه التقنيات التي القادرة على حمل رؤوس نووية فهي أمر مقلق أمر مثير للقلق لدى دول الناتو طبعا لا يمكن أن تقف أي دولة لديها منطق سياسي ومنطق حماية أراضيها المستقلة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التطوير وهذه المنورات العسكرية التي يتم طبعا ضيفكم يتحدث عن أن الغرب يقوم بذلك والقرب يقوم بهذا بينما لم يذكر على الإطلاق أن في مايو من هذا العام قامت روسيا بمناورات عسكرية ضخمة على الحدود مع أوكرانيا تضمت مئة ألف جندي على الحدود الأوكرانية وسببت قلقا كبيرا وتصريحات مقلقة من الناتو أيضا أشير إلى مناورات زباد 21 التي قامت بها روسيا أيضا مع بيلاروسيا وهي أيضا في مناطق مجاورة لدول الناتو والتي ضمت حوالي مئتي ألف جندي نحن نتحدث عن مئات الألاف من الجنود الذين يتحركون على حدود مناطق الناتو لذلك أعتقد أن تصريحات الناتو والمبادرة التي تم الإعلان عنها يوم أمس هي مبادرات دفاعية مبادرات مرنة تهدف إلى التعامل مع التهديد الروسي المحتمل وأشدد على كلمة المحتمل ولكنها في نفس الوقت منفتحة على حوار مع الكريملين إذا اختارت روسيا ذلك إذن الكرة في ملعب موسكو بأن تختار إما تصعيد اللهجة أو تخفيف هذه اللهجة واللجوء إلى الحوار وطاولة الحوار الأمر كله مطروح أمام جاديمير بوتين وهو الذي يصاعد أو يخفف الأمين العام لحلف الأطلسي سيد بيجاموف مضا إلى محاولة تطمين موسكو من إمكانية توسيع مظلة الحلف وإمكانية انضمام أوكرانيا لحلف الناتو هو قال بأن الأمر طابعا دفاعيا داعيا موسكو إلى عدم القلق بشكل كبير من هذا الأمر هل تطمن هذه المواقف الجانب الروسي من هذا السيناريو أم ماذا؟ أبدا وأنا لو أستخدم لغجة زميلي من بون ممكن أقول أن هذا الخطاب من قبل سيد يانس طوب بنتنبرغ يشير إلى أنه لا يخترم روسيا كالدولة هذا أولا ثانيا ممكن هذا النوع من الاستحبال بصراحة يعني خقيقة لما واحد يقول نحن إنسان أسكري لازم لا يسمح له أن يقول مثل هذه الحاجات نحن نتوصي شرقا ونستولى على البلاد ونضمه إلى حلف الناتو وهذا فقط للأغراض الدفاعية للأغراض الدفاعية والرجل الوطني الذي يفكر في مستقبل بلاده وفي مستقبل قارة وفي مستقبل خلفه لازم يكون مختم بأن يكون هناك بينه وبين روسيا التي هو يعتبرها أدوان لازم تكون هناك على أقل حد يعني منطقة حيادية جميل التي غير نعم هو يريد أن نعود نحن كلنا إلى أيام كان الجيش الروسي السوفيتي الأفو في برلين وكانت هناك خدود تماث مباشرة بين حلف ناطو وبين روسيا نحن الروس لا نريد ذلك ونحن أثبتنا ذلك يعني هي خقيقة يعني الساطية كالشمس يعني إيش المطلوب تأني مننا شكرا يعني تريدون نحن نستسلم يعني نحن نستسلم ونستقبل وسيط ستولد بندغر لكي مرة أخرى يعني يوقع اجتماع حلف الناتو في موسكو طيب لا شك لا شك يطول الحديث كثيرا حول هذا الموضوع وبالتأكيد سنستكمله في مناسبات أخرى قادمة وقتنا لهذا المساء انتهى تماما أشكرك جزيلا الشكر من موسكو سيد رولالد بيجاموف الباحث في العلاقات الدولية ومن بون الألمانية سيد ياسر أموم عليق الصحفي والباحث في الشؤون الأوروبية شكرا جزيلا لكم هذا وصلنا للختام شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر